موسيقى اتهم الكراملين المملكة المتحدة بالوقوف وراء الانفجارات التي أحدثت أضرارا في خطي أنبيب الغازة نورد ستريم 1 & 2 وذلك في بحر البلتيق والذين تم بناؤهما لنقل الغاز روسي إلى أوروبا وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قال إن أجهزة الاستخبارات الروسية تمتلك أدلة تشير إلى أن الهجوم أشرف عليه ونصقه خبراء عسكريون بريطانيون بحث المستشار الألماني أولاف شولتس مع الرئيس الأوكراني بلودمير زلينسكي هاتفيا الوضع العسكري والسياسي والإنساني في أوكرانيا بالإضافة إلى مناقشة خيارات لتقديم المزيد من الدعم بما في ذلك إعادة الإعمار قال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية إن المستشار الألماني قد أكد خلال الاتصال أن بلاده لن تتوقف عن تقديم دعم سياسي ومالي وإنساني ملموس لأوكرانيا والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها كما أدان أيضا شولتس استمرار القصف المستهدف للبنية التحتية المدنية في أوكرانيا من قبل القوات المسلحة الروسية مؤكدا رفضه الاتهامات التي وجهتها روسيا بشأن سعي أوكرانيا لاستخدام ما يسمى بالقنبلة القادرة ذكر مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن القوات الأوكرانية قد نجحت في استعادة المزيد من القرى وذلك في خركاف شمال شرقي البلاد يأتي هذا فيما تواصل روسيا القصف الصاروخي على عدة مدن أوكرانية من بينها العاصمة كييف مع اقتراب فصل الشتاء تواصل روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا والتي بدأتها في فبراير الماضي وسط توقعات بأن تحاول استغلال الشتاء القاسي لكسر عزم أوروبا على دعم أوكرانيا ضمن حرب للطاقة بدأت بوادرها بالظهور فبعد أيام من القصف الروسي على العاصمة الأوكرانية كييف استهدف بنيتها التحتية حرم أكثر من ثمانين في المائة من سكان العاصمة من المياه والكهرباء وأعلن محافظ كييف عودة الخدمات إلى طبيعتها رغم الضربات الصاروخية على المدينة وعلى صعيد المعارك الدائرة بين روسيا وأوكرانيا ذكر مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن القوات الأوكرانية نجحت في استعادة المزيد من القرى في مناطق خاركيف شمال شرقي البلاد وفي سياق متصل ذكرت قيادة العمليات الأوكرانية الجنوبية أن وحدات المدفعية والصواريخ التابعة للجيش الأوكراني شنت مائة وثمانين غارة على مواقع روسية ومناطق تمركز لقوتها في جنوب البلاد وذلك خلال الساعات الماضية ووسط تبادل للاتهامات بين الشرق والغرب حول استخدام الأسلاحة النووية أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدء عمليات تفتيش في أوكرانيا على خلفية مزاعم بتطويرها قنبلة قذرة وتأتي عمليات التفتيش بعدما طلبت الحكومة الأوكرانية خطياً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إرسال فرق تفتيش إلى مواقعها لكشف حقيقة ما تدعيه موسكو لكن كييف تشتبه بأن روسيا قد تبادر لهذه الخطوة لتنسب الهجوم إلى أوكرانيا في محاولة لتبرير لجوء موسكو لاحقاً إلى أسلاحة النووية بعدما تكبدت مؤخراً خسائر في شرق أوكرانيا وجنوبها قالت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا نقلت صواريخ باليستية كبيرة إلى بيلاروسيا كرسالة للغرب أضافت وزارة الدفاع البريطانية أن موسكو لديها مخزون محدود للغاية من صواريخ ES24 وذلك بعد الإشارة إلى أنها تواصل استهلاك دخائرها المتطورة بعيدة المدى ضد أهداف ذات أهمية معلوماتية وعملياتية محدودة أشرت الوزارة إلى أن وضع مثل هذه الأسلحة في بيلاروسيا يمنح روسيا فرصة ضعيفة فيما يتعلق بضرب أهداف إضافية داخل أوكرانيا مضيفة أنه من المرجح أن موسكو قد نفذت تنشر الصواريخ بشكل أساسي لتبعث رسالة إلى الغرب وتصور بيلاروسيا على أنها متواطئة بشكل متزايد في الحرب قال مركز تنصيق المشترك بقيادة الأمم المتحدة إن ثلاثة سفن قد غادرت الموانئ الأوكرانية ظهر اليوم وذلك بمجب اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود وذلك في اليوم الثاني من الإبحار بعدما علقت روسيا مشاركتها في هذه المبادرة جاء البيان أنه تمت إحاطة الوفد الروسي علما بذلك وأفاد البيان أن منصق الأمم المتحدة بشأن مبادرة الحبوب يواصل المناقشات مع دول المبادرة في محاولة الاستئناف مشاركتها بالكامل في المركز الذي يشرف على المرور الآمن للسفن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر